وابتاني فقراتنا الصباحية حنضوي على مساحتنا القانونية وحنحكي عن موضوع صار مهم جدا بالنسبة لأنه بهذا العالم الافتراضي العالم الأزرق ومشاكله يا نيرمين المشاكله اللي ما بتخلص قداش صرنا عم نعرف رشا أو نسمع عن حالات عن جد عم يتعرضوا لأزا قداش نحن ممكن نكون بأي ثانية معرضين لتعليق سيء تنمر لحتى تشهير أو إساءة بالسمعة بس يعني واحد قاعد هيك ورا الشاشة وحابب يتسلى يعني أو حتى يدلي بيدلو انتحال شخصيات إنشاء صفحات وهمية اليوم كتير عم نشوف على النات وعلى المواقع التواصل الاجتماعي أنه اليوم الدولة السورية بعد القانوني اللي أصدرته صار في حالات كتير يعني صار ناسها دول اللي كانوا قاعدين بس على صفحات وهمية وعلى مضايقات وتنمر صار نشوف اليوم إعلانات وصار نشوف اليوم أنه نحن بقبضة الأمن هذول القصص يمكن نخففوا شوي من عبئ الإساءة بهذا العالم الافتراضي اليوم ضمن فقارتنا القانوني حنضوي أكثر على هذا الموضوع رح نعرف اليوم شو إلنا وشو علينا هذول التفاصيل حيسكروننا ياهون أكيد لليوم ضيفنا المحامي فادي رحالي سعد صباحك سعد واتك سعد واتك سعد واتك سعد المتابعي الله أعطيكم ألف عافية سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك لما نحكي عن موضوع الخصوصية بعالم السوشال ميديا في كتير هيك إشكالات بتصير حوالي مثل مثلا أنه أنا حاطة بوستاتي للعامة أو أنا حاطة صورتي للعامة ولكن بوستاتي أو صوري تم استخدامهم يعني اتخذوا من صفحة الشخصية تم استخدامهم بطريقة سلبية فهون يعني بيكون السؤال أنه أنا كيف بقدر بحمي خصوصيتي اليوم أنا كيف بهذا العالم وبهي تجاوزات ممكن تصير عبر السوشال ميديا كيف اليوم الفرد بيقدر يحمي خصوصيته وفرط القانون السوري هلأ طالما انطلقنا من الخصوصية أكيد ننوضح للسادي متابعين شي يعني الخصوصية بداية هلأ الخصوصية دائما نرجع للتعريف المذكور ضمن القانون نحن عنا بالنسبة لأن الجمهورية عربية السورية كان في تطور تشريعي القانون المرسوم رقم 17 عام 2012 بعدين صدر عنا القانون رقم 20 عام 2022 القانونين وضحوا المراد بالخصوصية وكانوا رابع كتير لنحية إبراز ما هي الخصوصية الخصوصية هي حق الفرد في حماية أسرار الشخصية أو الملاسقة للشخصية أو العائلية أو سمعته أو مراسلاته حتى أبعد من هيك بدنا نحكي على نشاطه عبر الشبكة يعني أنا شو بتصفح إذا تم تسريب معطيات التصفح تبعيتي كمان تعتبر انتهاك لخصوصتي طبعا هذا التعريف بالمادة الأولى من القانون رقم 20 لوضحوا ما هي الخصوصية انطلقتي من فكرة كتير حلوة وأساسية إنه إذا أنا ناشرة منشور عندي على حسابي بصراحة طالما تمت عملية النشر فأنت أبرزتي إلى العالم لهو الواقع الافتراضي شيء عم تقولي علنا أنه هذا ما نخصوصية لأنه أنا لما عم نزل على مواقع التواصل واجتماعي ما نتعمل ليس خاصا ولكن من نتقل لحقوق أخرى يعني إذا أم نحكي عن دراسة أو بحث علمي لإليك وأنا جيت نسخته وسحبته ونقلته وذكرته باسمي هون صار في قانون آخر مجرم لهذه الأفعال أو بحاسب عليه أو مثلا صورتك الشخصية هلأ هون بدنا نتقلق أبعد من هيك إذا أنا سحبت الصورة الشخصية ومثل ما حكيت إنه موضوع إنشاء حساب نفس حسابي بصورتي باسمي فبالتالي هذا جرم جديد على فكرة بالقانون الجديد يعني بتشكرك على الإضاءة لأنه فعلا هاي من النصوص الجديدة ما كانت موجودة بالقانون القديم اللي هي انتحال حساب شخصي للغير طبعا أصبح مجرم لأنه أنت مثل ما بيقولوا أنا كشخص بالنهاية إلي كياني الخاص فيني لما يتم إنشاء حسابات تحمل اسمي وصورتي فبالتالي هون لح تسبب لي إشكاليات مع الآخرين اللي حكيتي عنا اللي هي انتحال الحساب الشخصي طيب بهذه الحالات خليل نحكي عن القوانين الخاصة بمواقع السوشال ميدا اليوم اللي عم يعمل صفحة وهمية عم يحاول أنه يتدارك كل العثارات اللي ممكن تكشفه يعني ولكن القانون اللي في ثغرة ما يكشفه فيها يعني أنا من تجربة شخصية يعني بالحساب السابق إجاني طلب صداقة من اسمي وصورتي بعتلي مني لإلي يعني تماما يعني عملنا حملة تسكير الصفحة ولكن صار في مشاكل كتير بعدها يعني صار في ابتزاز وصار في أنه صور ما هي الصفحة وقت اللي بتعمل صفحتك عامة عم تنزل صورك أكيد ما نك خايف من شي يعني ما في شي خاص فيها يعني هدول الأشخاص شو القوانين اليوم اللي بتحمينا نحنا قانونيا هلأ نحن مثل ما حكينا عن القانون رقم 20 لعام 2022 اللي هو القانون الصادر الجديد بـ 18-4-2022 هذا القانون اللي ننطلق منه أنا كشخص ضمن الفرضية اللي أعطيتيني إياها أنه أنا عم لاقي جاني طلب صداقة طبعا ننتبهي هنا قصة كتير خطيرة إنه أنا أرجع لعندك إنت ذات نفسك بحسابك لأبعت لك طلب صداقة هاي أحد الأساليب لضرب الحساب الأساسي كيف يعني؟ أنا بعمل حساب رديف للحساب الأولاني صار عندي حساب حقيقي دعني نسمي الحساب الثاني مزيف فهو التالي شو بصير بيبعتوا طلب لإلك بلتيهم برجعوا بنفس الوقت بيبعتوا لأصدقائك طلبات صداقة برجعوا بيبلغوا عن حسابك إنه حساب مزيف صحيح الحساب المزيف فهو تنتبه لهذا الموضوع أنت تبلغي أصدقائك طبعا تنزي منشور إنه أنا ما عندي غير هذا الحساب وبتذكري رابط الحساب مشان العالم تعرفه وبتطلبي منهم إنه رجعا عدم قبول طلب صداقة أو إضافة أنا ما عندي غير هذا الحساب لأنه قبوله للطلب لحيكون نقطة ضعف لحسابك لأنه أي إبلاغ إنه في عندي حساب منتح هذا شخصيته فورا لحيطولك حسابك الأساسي طبعا هذا مجرم وفق القانون السوري مو ضمن انتهاك الخصوصية وإنما ضمن انتحال حساب عائد للغير بالنسبة لفكرة الخصوصية نرجع لإلهي عنوان الحلقة فكرة الخصوصية هي منة جديدة هي قصة كتير قديمة إنه حق الإنسان بحماية مراسلات هاي كتير بتصير إنه بنلاقي إنه فيه أشخاص إنه بيعملوا لقطة شاشة وبيفكروا أصلا بسيطة لمراسلة تمت بينهم وبين حدا برجع ببعتوها لشخص ثالث هون خلينا نوضح هون عفوا أستاذ فادي هون بتجي من باب يعني نحن سمية النميمة أو حسن النية خلينا نقول هنا ما ببالون الأزا ممكن يعني إنه مثلا صار مراسلة بيني بالرشاة أو ممكن الأزا أو ممكن الأزا أنا بديو يفرجي الشخص الثاني إنه لكي شب حكي أو سؤال إذا بنا نحكي من الناحية القانونية بعيدا عن الأمور العاطفية وخلينا نحكي رديفة للجانب الأخلاقي مالحب تعد عنا إجراء لقطة شاشة لمراسلات بين طرفين برسالة وإرسالة للشخص الثالث يعتبر انتهاك للخصوصية لأنه مثل ما حكيت المادة الأولى قالت ومراسلاته شو عقوبتها هي؟ طبعا أنت عندك هون في عندي الحبس من شهر لستة أشهر بالإضافة للغرامة من 500 ألف لمليون لرسولية هي لقطة شاشة وإرسال الفقرة كتير مهمة ليش عم بحكي عنا؟ في ناس ما عنده قناعة إنه عنده فعلة هذا يعتبر مجرم تماما هذا العمل صورة بتنزل بموقع وخص نص الصدايا بقى فيها يتفكرون حاله أنه هذا موقع خاص بالإناث تروحوا ونزل صور لصبية سواء كانت يعني لنقول إعلامية طالما أنه نحن هلاب نحن 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 بإطار أو حد مصاوه ميحة نفترض إعلامية ونزلوا صورة لإله بغض النظر شو ما كهتم إن شاء الله بتكون بكامل أناقتها وما في أي شيء بخدش حياء فبالتالي أي تنمر عليها في مسئولية هنا وفي خصوصية لأنه هنا سمعة الإنسان بغض النظر ولو كان إنه إعلامية إلى خصوصيته بسمعته فأي تنمر عليها يحاسب الشخص بهذا الإطار خلينا نحكي عن نقطة كثير مهمة عن حكم إنشاء الصفحات العامة هل هذه الصفحات العامة بحاجة لتراخيص في القانون السوري؟ حاليا ضمن قانون الإعلام طبعا المسؤول عن منحة تراخيصية وزارة الإعلام حصرا لإنشاء المواقع الإلكترونية في فقرة بقانون الإعلام طبعا قانون الإعلام حاليا بطور التعديل نحن نحكي عن هذا التعديل إنشاء حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر تليجرام حاليا لا يوجد ضمن قانون الإعلام منح تراخيص للفقرة الخاصة اللي عم تقضي تراخيص هي بالفصل الثالث فكرة إنه مواقع إلكترونية فقط لا غير صحيح هي تحت ذكر وسائل تواصل اجتماعي بالنص مكتوبة ولكن إذا بدك تروح تقدمي طلب بلوك نحن وفق مفردات القانون الحالي لا يوجد ولكن مع المستقبل اللي حنشوف نحن عنا بالقانون الجديد لحيكون في منح تراخيص هي عبارة عن اعتماد لأنه الحساب ما نمأخود من وزارة الإعلام أنت بتارخي أنه بالنهاية موقع إلكتروني عبر التواصلات مع فيسبوك أنا ببعت لون أرقام ببعتولي أرقام وبثبت فبالتالي يمكن إنشاء حساب حالياً ولكن مع المستقبل في معايير طبعاً لأنه نتحكي على الصحفة الاحترافية هذا من ناحية الجزائية أما من الناحية الإجرائية أنا نما بحكي عن مواقع الوسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث عنها هي تعتمد على الاحتراف وبالتالي تمارس عمل تجاري فلابد من أن تذهب تعمل هي سجل تجاري يعني الأشخاص الذين يقوموا بهذه الأعمال هنا ناس يسعون إلى المال بالنهاية ويكونوا ترند بشيء إما خبر أو ترند بمادة ممكن بسلعة أنه هنا مسوقين ويلاحظون التسويق الإلكتروني اللي نتحدث عنه فلابد أن يعملوا منصحهم سجل تجاري وضمن السجل التجاري مفرداته والتسويق الإلكتروني أو ما يتعلق بها الأمور هذا التسويق يعني التسويق مشكلة بحد ذاته يعني صفحات بتشوفي شي ببعتوليك شي خلينا نقول نصب واحتيال يعني من الآخر طبعا ليست القاعدة إلا مرحي مربيها لو أنا بخلينا نحكي عن موضوع كتير حساس نفترض أن حضرتك شفتي هلأ مثلا عقد ألماس مثلا بعتوليك للصوار أنت شفتين بهرتي فيه صح بعد تفأتي أنت وياهم على السعر بعتوليك إياها مثلا نقول بأحدة شركات الرسال الشحن رحتي أخذت أنتي لأيتي أنه لا يتوافق مع المواصفات هل ينطبق قانون جريمة المعلوماتية؟ بقول لك لا هل في حماية لأيلي أنه؟ بقول لك لا لا ينطبق قانون جريمة المعلوماتية لأيه لأنه أنا لما عم بحكي عن سلعة وعم بحكي عن منتج وعم بحكي عن شيء مرسل لا يتوافق مع المواصفات انتقلت لقانون حماية المستهلك عالج هذا الموضوع بدقة وعاقب عليه بس قيمة طبق الجريمة المعلوماتية لفضل اتواصلت معهم أنت وقلت لهم أنه المنتج لا يتوافق مع الطلب تبعي يعني أنه أنا مثلا بلوزي طلبت مثلا بهذا اللون بعدت لي بلون تاني صح رجحتي قالوك طيب ما تواخذينا نحن أخطأنا بالإرسال كان الغرض لوحدة تانية بس نحن بالغلط بعتنا لك يا لأي لك نحنا ما نعم نشوف هدول الرجوع نحن نشودين على فكرة أنت عم تشوف الأشخاص يتواصلون في إرسالات وفي أرقام جوالات يتم التواصل بناتهم لكن الحالات الأكتر أستاذ عم تكون أنه الرد ما عم بيكون هيك أنه هاي الشفتي وهذا البطار العجل هيك فيك تشتكي بس وليس أنا أريد أن أقول لهم دقة لا يوجد قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية قرح مهات المستهلك أنت كشخص بعتني منتاج لم يتوافق مع المواصفات وفي عقوبة على هذا الموضوع ولكن أنا أبدأ أرجع لموضوع حلقتي وهو الجريمة المعلوماتية بهذا الإطار لنفترض جوابت معهم قلت له أن أحسني أكيد لح أرجع أبعد لكم إياها ورجعت بعدت عن نفس العنوان التي تم الإرسال منه لأي لي فبالتالي هون أكيد لح يعملوا بلوك ويحذروني هون وقته بصير اسمه الاحتيال عبر الشبكة وقته هون بصير ببوابت جريمة المعلوماتية خلينا ننتقل كمان لموضوع مهم ونضوي على مسؤولية اليوم مشرفي ومديري الصفحات عن أي إساءة يتعرض إلى الشخص ضمن صفحات ونجعلنا كمان ضمن الصفحات الشخصية يعني ممكن شخص ينزل بوست أو صورة إلى آخر كمان يسبب ضرر لغيره وتجي كثير من التعليقات السلبية خلينا نحكي عن الحال تنسوى على الصفحات الشخصية أو الصفحات العامة المسؤولين عن هذه الصفحات شو اليوم دوره هلا طالما أنك قبلت أنك تكوني أدمن أدمن يعني مشرف أو مسؤول أو مدير يخض النظر عن التسمية أو الصلاحيات الممنوحة أحب أن أقول لك من الناحية العملية أنه أي شكوى سأل لما يجبني ملف جريم معلوماتية لما بدي أدم شكوى على صفحة عامة أول الأشخاص اللي بتم بصراحة استدعاوهم أو تقديم الشكوى لناحيتهم إذا ما تم التجاوب من قبلهم للشكوى تبعيتي يعني ممكن أن تواصل معهم شخصيا وقولوا لو سمحتوا هذا المنشور بسبب إساءة ومسائلة قانونية إذا تجاوبوا وحزفوا التعليق أو المنشور وفعلاً عندهم حسن نية بهذا الموضوع ما في مسائلة أما إذا أنا تواصلت معهم وما صار في تجاوب بيناتهم فهنا في مسائلة قانونية عليهم عن أي منشور أو تعليق يتم إيراده ضمن التعليقات بس برد بعيد فيه شيء اسمه دائماً بالجريمة الركن المعنوي لهو يعلم ويريد فإذا إدارة الصفحة أو الآد من هذول شافوا وعرفوا وظلوا مستمرين بالإبقاء على التعليق أو المنشور رغم الإبلاغ فلابد من إبلاغه اللي ستكون من مسؤولية لأجريك بنصح الشخص أنه يكون حريص مو أي صفحة ولو كانت مشهورة لا تركض وراء الشهرة لأنه أي بوست أو تعليق ممكن أنت بيعملوا لقطة شاشة بتم المتابعة الفنية إلى الأدمن الموجود فأنت أول أشخاص اللي ستتم استدعائهم فهتصبح مشكلة لأيلك فحاول تنتقي الأماكن اللي أنت بتكون أدمن فيها لأنني مسؤول عن تصرفاتهم فيما بعد طيب أستاذ خلينا نذهب التجارب الشخصية دائما نحن نتعلم منها ويمكن اليوم من خلال عملك في حالات كثير عندك في مدة علي وفي دعوة وفي أشخاص إن كان أعلاميين إن كان أشخاص عاديين من تنمر من إساءة من ألفاظ سيئة خلينا نحكي شوي عن المشاكل الموجودة عندكم في المكتب مو بالتوصيل ولا بالأسماء أكيد نعطي حالات اليوم شو عم بيصير لكن أنا خارج البلد القانون قادر يحميني بصفحة خارج البلد نحن عملية لما يتمتقد سؤالك فيه أشققين اللي هي الحالات العملية وبالنسبة لخارج البلد خلنتين لخارج البلد لأن سوريا بتعرف حالها ضمن الأفق نحن فيه والحال نحن فيها فعنا كثير سوريين صاروا خارج البلد وبالتالي ممكن منصير فيه فعل جرمي يرتكب الجريمة المعلوماتية منّا بعلبة الجريمة المعلوماتية هي جريمة عالمية الآثار والنتائج صحيح فممكن الشخص يكون موجود بألمانيا وينزل تعليق أو منشور بيتعلق بصفحة أو بحساب بسوريا ويسير إلى شخص قاعد بالإمارات فلاحظة أنا صار عندي أكثر من قانون بهذه الحالة طبعا يتم تقديم شكوة رسمية بهذا الإطار يتم تقديم شكوة رسمية بهذا الإطار ومتابعة هذا الشخص بيصير في إذاعة بحث عليه للشخص إذا ما طبعا يتم الإبلاغ للحضور إذا لم يتجاوب للحضور أو المراجعات الإدارية التي تحدث يحدث إذاعة البحث عليه ويحدث مطلوب وإذا كان الموضوع جدا خطير نحكي لأبعد من هذا مسألة المساس في هيبة الدولة أو المساس بسمعة البلد الذي ينتمي إلى ممكن توصل لديك أنت الأنتربول وهي أنت عندك إذاعة بحث أو بطاقة خاصة في البحث عنه هكذا حالات سريعة موجودة عندك المكتاب حالات سريعة مفبركة أو حقيقية إما تهديد بالنشر أو النشر بالنسبة لها نحب أن نذكر هنا إذا تمت عمليات النشر لصور مفبركة فأنا عندي حبس وغرامة عندي الحبس من سنة لسنتين والغرامة من 2 مليون لتلاتة مليون لنركز على العقوبة هذه إذا كانت مفبركة يعني أنا جبت الصيط ملامح وش صبية ودخلتهم لصورة عارية لصبية أفرا فبالتالي هنا عندي هذه العقوبة وممكن تكون فعلا الصور حقيقية للصبية يعني مسرؤة من جواله وهم من صحة أنه جوالك لا تسلمي لمين ما كان يكون حتى أثناء الصيانة ما بتروحي بتقولك تعي بعد ساعة ما عندي شيء اسمه تعي بعد ساعة بظل فوق راسه يصطفل هو عم يشتغل شغله فبالتالي أنا منحقي أني أحمي خصوصيتي وما منعير الجوال فيه ملاحظة نحكي عنها كثير مهمة إعارة الجوال لإجراء مكالمة ممنوع منعم نعطي موبايل لأي شخص نحن في الشارع كثير ممكن تكون ماشية في الشارع إنه سمحت أنا موبايل مثلا فصل وبيدي أحكي تليفون ضروري أنتي بتعافي هذا التليفون ممكن يكون ممكن يكون صبية مخطوفة أو شب مخطوف ويتواصل مع أهل أو شب فأكيد سيشتكوا على هذا الرقم لهو رقمك إعارة الجوال تركي الجوال بمكاتب للشحن مثلا أنه تركي بتشحني جوالك بتعطي بتسقي لا تسقي بحدا هذا الجوال له كلمة مرور ما بطنعتها لأي شخص وأي شخص يدخل لمنظومة معلوماتية خلينا نقول مثل هذا الجوال مثلا أنت هذا الجوال تريتي على الطاولة التهيت بقراءة ورأة لأيتي شخص ماسك الموبايل هذا اسمه جرم الدخول الغير مشروع وممكن يكون أنت عم تعطي الموبايل يحكي مكالم مثل أي فات لأماكن تانية هذا اسمه جرم تجاوز حدود الدخول المشروع حتى يمكن في معلومة الزوجين بين بعضهم ممنوع يفتحوا موبايلات هلا هلا بيزعلوا من نفس هذا المتابع يقسموا لقسمين طبعا هون بصراحة إذا بنريحكي الرأي الفقه أو الرأي القانون الرأي القانون كان خجول جدا كنت بتتوقع أنه نكون جريم بهذا الإطار كان حازم وشديد لهذه الناحية اسمه جرم الدخول غير مشروع لم يستسني العلاقات الزوجية من العقوبة ممنوع حتى ممنوع اسمعتو يا صبايا ممنوع فبالتالي تفتيشك لجوال زوجك وقت الجد صراحة إذا بتثبت الواقع الجرمية عليها وصارت بالإمارات راح زوجتك على زوجته لأسف انتبي خصوصية الرجل ممكن يكون طبيب ممكن يكون محامل يكون ضابط بالجيش مثلا عنده خصوصيته كمان الأنثى بس طبعا أنا كمان الأنثى ترسلات ممكن تحكي مع أختها مثلا بأمور خاصة نسائية تماما بس طبعا كلها الحكة عم يحكي ضمن بيها آمنة ونظيفة فيها الثقة فيها المحبة مو بيها فاسدة بنحكي على موضوع كتير مهم وحساسة هي الناس بتفكر إنه بس إذا علقت يعني بس إذا قمت بالفعل الجرمي لا أبعد من هيك القانون كان حريص على إعادة مشاركة منشور يعني بمعنى نفترض منشور مسيق أنا شاركته رجعت شاركته عندي إذا هي في مخالفة قانونية أنا هنا إعادة مشاركتي أو إعادة كشري للمشور تعتبر هي إحياء للفعل الجرمي وبالتالي أنا محاسب بنفس أفعال الجرمية اللي هي معقبة عليها نحكي على الموضوع الثاني أنا مستبقى عليكم أكيد بشان وقت الحلقة اللي هي ما في حدا طبعا هي ختام المعلومة البولة دائما بأي مكان ما فيك تتحجز إني ما بعرف المادة 222 من قانون العقوبات بتقول لا يُعذر أحد بجهله ناحية القانونية الجزائية وبالتالي ما فيك تقول ما بعرف القانون موجود على الموقع الرسمي لمجلس الشعب على المواقع الرسمية الإخبارية السورية الكريمة كمان نعم تطعم الحلقات اللي تحكي لك عنه تُعذر فقط بحالة عامة فيه استثناء مانع عقاب وهي ثلاثة أيام من نشر القانون الجريدة الرسمية إذا أخطأت خلالها ثلاثة أيام من سامحك فيها أما بعد هيك خلاص يعني صفة تقيلة نحن هيك بخلاص تحكي ما فينا ننشر بوسط انسيق لحد وما فينا نخلي حدا يعلق عليه وأيو إعادة النشر كمان فيها عقوبة تماما إعادة النشر كالنشر وبالمجموعات أي صورة هيك حابين نقضي وقت كمان هاي كلها فيها يعني عقوبة قانونية صحيح نشكرك لكل المعلومات اللي سلمتها هيك منتمنى اليوم دائما نحنا منضوم على نقطة أن القانون دائما يعني بيوضع حماية المواطن شكرا لإلك أستاذ والحضورة بتشكريك ألا أعطيكم ألف عافية أهلا سهلا